تعمل ايه يا صديقي لو الحوالة المبعوطة من جوجل ادسنس لم تصل حسابك البنكي حوضح لك كل حاجة بالتفصيل ولكن رقم واحد محتاج ان حضرتك تصبر من يوم الى 15 يوم وتأكد ان شركة جوجل اطلاقا مش هتضحك عليك والمشكلة اللي احنا فيها الفترة الاخيرة عند تقريبا 75% من عملاء البنك الاهلي يمرونا بنفس المشكلة يا صديقي والنهاردة هشرح لك نعمل ايه لو الدفعة ما وصلتش حسابك البنكي رقم واحد هنتب هنا اداة حل مشكلة التحويل البنكي اوكي هيجيب لك اداة حل مشكلة التحويل الالكتروني او البنكي اضغط عليه حيقولك جاوب على الاسئلة دي لقد واجهت مشكلة لا لم استلم دفعة التحويل هل حددت التحويل بنكي نعم يعني انت عملها تحويل بنكي قل له نعم هل تجوزت الحد الادنى نعم هل عمدت على ازالة جميع التعليقات نعم هل ترى سطرا يقول تم اصدار الدفعة هذا الشهر نعم هل مرت فترة تزيد عن عشر ايام نعم هل رأيت في كشف الاحساب اي حاجة من حاجات دي يقول له لا هل يقول لحضرتك يرجى مراجعة كشف حسابك المصرفي اذا تعثر عليك ولم تجد املأ هذا النموذج النموذج ده في ملحوظة مهمة جدا قبل التواصل مع فريق الدعم يرجى الانتظار لمدة تتروح بين عشر الى خمساشر يوم عمل حتى تصل الدفعة تشمل هذه المدة عطلات نهاية الاسبوع والاعياد وتقريبا بما انها تشمل فاحنا تقريبا عدى 13 يوم او 14 يوم واخد بالك وتأكد ان الخميس اللي احنا فيه اللي انا بعمل لك الفيديو ده اجازة والجمع اجازة والسبت اجازة يعني حنتقابل يوم الحد حنتقابل يوم الحد يا صديقي تعالوا مع بعض نشوف اليوتيوب او جوجل ادسنس محتاج مننا بيانات ايه علشان نبعت رقم واحد الباب موجود هل تحويل الالكتروني ايوة تاريخ الدفعة واحد وعشرين طب تعرف تاريخ الدفعة منين؟ ابتح ادسنس وادخل على ادسنس انا حمشي معك بالراحة علشان تفهم وعايز اهلنا الكبار في السن يا جماعة ما تستعجلش وتملأ النموذج واستنى اليوم الحد ما تستعجلش وتملأ النموذج وان شاء الله يوم الحد الموضوع هيتحل ان شاء الله بفضل الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى من الله ان الموضوع تحل يوم السبت ايوم الحد ان شاء الله نيجي هنا مع بعض على معلومات الدفعة معلومات الدفعة بص بقى وركز معي ما تختارش حسابات دفع ادسنس اختار يوتيوب لان حضرتك بتقبض يوتيوب وتدفع الاخير هي يوتيوب اعمل عرض المعاملات وانزل تحت تحويل اضغط عليه واضغط هنا علشان نبدأ نشوف الحوالة بالشكل ده ماشي اضغط ضع التحويل الالكتروني نفسه على التحويل الالكتروني مش الحوالة بس هو ده اوكي اضغط تحويل الالكتروني حيبتع لك الشكل ده الشكل ده احنا هنحتاجه في رقم واحد اول حاجة الدفعة مع بعضها يوم ايه تاريخها واحد اربعة هنيجي هنا ونعمل التاريخ واحد اربعة واحد وعشرين اربعة واحد وعشرين اربعة واحد وعشرين اربعة اوكي الف واحد وعشرين اربعة عشرين تاتة وعشرين ماشي رقم الدفعة هنيجي ناخدها من هنا اهو رقم الدفعة اهو خدها نسخ وتعال هنا حطها لسق قيمة الدفعة خدها نسخ من هنا اهو وخد بالك خد معاك ايه خد معاك اليو اس قيمة الدفعة كل حاجة خد معاك ايه الرقم ده الرقم ده خده معاك تعال هنا تحديد البلد مصر مصريتنا مصريتنا حماد اهلال تعال مصر واعمل ارسال تمام بص بقى وركز معي انه تم ارسال الموضوع خلاص هيرسل بس في جزئية محددة انا عايزك تفهمها لو رجعنا مع بعض انا خلاص تم ارسال رسالتك من نجاح اللي هو ان اليوتيوب بيقول لك ايه وركز معي في جزئي دي سيتم التواصل مباشرة مع فريق الدفاعات لدينا يقدم هذا الفريق الدعم باللغة الانجليزية فقط لذلك يرجع استخدام ترجمة جوجل عند الحاجة لو عندك اي مشكلة استخدم ترجمة جوجل سيتم ارسال بعض المعلومات الى نظام جوجل وحاجات كده اي اي حاجة عشان كده مش خوفتك منها في البداية اعمل ارسال وخلاص انا مش خوفتك منها لانك لازم تتواصل معهم علشان يجب لك ايه رقم الايه بص بص رقم الايه سوفت رقم السوفت ده رمز الحوالة نفسه عشان تتبع الحوالة مع البنك الاهلي اصل انت لو جتكلمت الدعم الفني البنك الاهلي يقول لك ايه؟ ايوة يا فن يا فندم حضرتك محاولها منين؟ البنك المرسل رقم الحوالة والكلام ده وطبعا خدمة عملاء انت عارف خدمة العملاء بتوقع البنك الاهلي ولا لهم اي لازمة ولا انت بتستفدهم انا عندي بيتحاول كل شهر من نفس الرقم من نفس البنك لا يا فندم انت عندك اكتر من بانك طيب عندك الاربع بنوك شوفهم لا ما عنديش اي واحد منهم طيب اكتب لي رقمك طيب قول لي رقمك بالزبط طيب قول لي اسمك بالزبط طيب ممكن تكون نحق تحولك برقم تليفون طيب ممكن تحولت باسمك طيب احولت برقم البطاقة يشوف البطاقة يقولك مفيش يشوف الاسم يقولك مفيش وحوالة مبعوثة تقريبا 95% من بنوك مصر استلموها الا البنك ده ومعرفش CIP ابض ولا لا ولكن محتاج ان حضرتك تكتب لي في الكومنتات لو ابضت قول ابضت يكتب بنك ايه يا عمي ما تكتب ليش فلوس بس طب مننا انك بنك ايه اي حد من بنك الاهلي يا جماعة يكتب لان المشكلة دي موجودة في البنك الاهلي الفترة الاخيرة وبكده هتستنى بس في جيميل عندك هتستنى يجي لك رسالة من ايه مفيش رسالة جات لجد الوقتي هتستنى يجي لك رسالة من الدعم الفني الخاص بالدفعة وقتها هيبعد لك السوف تكلم من بنك الاهلي وتقول يا بنك اهلي انا معايا الرقم شوف لي بقى بالرقم ده هل في حوالة ولا مفيش حوالة وحنوضح لك كل حاجة بالتفصيل في الامور اللي جاية ان شاء الله لاني لازم ومجبر انها نازل فيديو ده النهاردة علشان الناس تتطمن حصر عليك يا اللي بالي لا تقول تعيد ولا غير عيد يعني مش عيدنا بالفلوس حصر علينا والله حصر علينا بجد اه يا صف صف اه يا صف شكرا شكرا شكرا